اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية تمكنت السلطات الامنية في المغرب من تفكيك خلية ارهابية موالية لتنظيم داعش في مدينة مراكش تتكون من اربعة متطرفين تتراوح اعمارهم ما بين 22 و 28 عاما من خلال عمليات امنية متزامنة ووضحت السلطات المغربية ان زعيم هذه الخلية كان يخطط للالتحاق بفرع تنظيم داعش بمنطقة الساحل بعدما نسج علاقات مع قيادي بالتنظيم يحمل جنسية اجنبية ويقيم خارج ارض الوطن كما اوضحت اجراءات البحث والتحري ان اعضاء هذه الخلية الارهابية راهنوا على الاستقطاب والتجنيد في صفوف الاطفال بغرض اشاعة وتعميم الفكر المتطرف السلطات الامنية المغربية تنجح مجددا في تحييد خطر ارهابي كان يستهدف تنفيذ اجندات التنظيمات الارهابية الدولية لضرب اهداف ومشاريع داخل المغرب عمليات متزامنة قضى المكتب المركزي للأبحاث القضائية نواحية مدينة مراكش مكنت من تفكيك خلية ارهابية موالية لتنظيم داعش قبل انتقالها لمرحلة التنفيذ العملي للمخططات التخريبية مدينة مراكش كان دائما هدفا لمجموعة من الجماعات الارهابية كان اخرها تفجير 2011 مع مقهى ارغانا هذا من ناحية تانية طبيعة الخلية يطبيحها جديدا مقارنة مع الخلايا المتطرفة السابقة ولان لان كما قلت خصوصية المنطقة تانيا انهم كانوا حسب بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية كانوا يستقطبون اليافعين والشباب تفاصيل عملية التفكيك اشارت الى تخطيط زعيم الخلية للاتحاق بمعسكرات القتال التابعة لتنظيم داعش في منطقة الساحل بهدف التدرب على صناعة المتفجرات واختيار الاهداف الارهابية ضربة استباقية تعيد الى الواجهة مخاطر تنامي الارهاب بمنطقة الساحل والصحراء المغرب ظل دائما يسائل تعزيز سياسة تعاون جنوب جنوب مع الدول الافريقية التي يعتبرها امتدادا لمجاله الامني والحيوي خصوصا بعد تزايد عدد الارهابيين من بؤر التوتر والذين يقصدون منطقة الساحل والصحراء لانشاء قواعد اساسية بها ويعودون ما قد فقدوه في ساحل السوري العراقي نشاط التنظيمات الارهابية في منطقة الساحل والصحراء يعد حسب خبراء من اكبر التهديدات التي تواجه المغرب بحكم موقعه جغرافي ما يفرد رفع درجة التنسيق الامني بين دول المنطقة وتعزيز تعاونها الاستخبارات لحفظ الامن والاستقرار منذ تأسيسه سنة 2015 نجح المكتب المركز للأبحاث القضائية في افشال عدد كبير من المخططات التخريبية وتفكيك عدد هام من الخلايا الارهابية نتائج مسجلة تعكس تعزيز هذا المكتب للحكامة الامنية للمغرب لكنها تترجم حسب مراقبين استمرار التهديدات الارهابية فدو المرابط قناة الغد من مدينة سلا ومن الرباط ينضم إلينا الشرقاوي حبوب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المكتب تابع للمدرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب سيد الشرقاوي أهلا بك معنا في حصة مغاربية بداية ماذا تقول لنا عن هذه الخلية الارهابية التي قمتم بتفكيكها في منطقة سيد الزوين أهلا ونسأل مرحبا بكم كل ما أقوله عن تفكيك هذه الخلية أنه في إطار الجهود المتواصلة من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من طرف المملكة المغربية وفي إطار التتبع الدؤوب من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة العمنية فقد تم تفكيك الخلية الارهابية المكونة من أربعة عناصر والموالية لتنظيم داعش بتاريخ 22 ستا 2021 بالجماعة القروية لبي سيد زوين بنواحي من ركش وأن هذه الخلية تتراوح أعمار عناصر الخلية من بين 22 سنة و28 سنة وأن متزعم الخلية ثبت من خلال التحريات الأولية أنه على علاقة وصلة بأحد قيادي تنظيم الإرهاب داعش بمنطقة الساحل وسبق لهذا الأخير أن وجهه بالالتحاق هناك وهذا القيادي كما تعلمون وكما سمعتم أنه يدو جنسية أجنبية من دولة أجنبية ويقيم خارج أرض الوطن هذه الخلية كانت لها طبعاً امتدادات خارج أرض الوطن ولها صلاة بمنطقة الساحل أولياً ثانياً أن عناصر هذه الخلية كانت لهم مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وكما أنها كانت لهم أهداف مركزين بالأساس على استقطاب وتجنيد الأطفال اليافعين على غرار ما يقوم به التنظيم الإرهابي داعش من أجل تقوية وتكوين فصائل مسلحة وميليشيات مسلحة من متكونة من الأطفال القاصرين على غرار ما يسبب أشبال الخلافة لكن سيد شرقاوي هل هم اعترفوا سيد شرقاوي هل هم اعترفوا بكل هذه الأعمال أم أن ما تقوله لنا الآن مستند على معلوماتكم المسبقة عنهم أنتم تعلمون أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ليقوم بعمله بناء على المعلومات القيمة والتتبع والرصد التي تقوم به هذه المديرية وعناصرها قبل تفكيك الخلية فعندما يتم تجميع جميع المعلومات وعندما تكون هناك تحريات وتتبع ورصد وأبحاث ميدانية دعوبة ليلة نهار من أجل تفكيك الخلايا ورصد تحركاتها وبالتالي نمر إلى عملية الإيقاف بعد التنسيق مع النيابة العامة لكن مثل ما يقال الاعتراف سيد الأدلة مثل ما يقال سيد شرقاوي وهناك يذكر بأن أحد أفراد الخلية معروف منطقته ولديه ورشة أو محل في بيته للتلحيم صحيح؟ ما أؤكده لكم أن متزعم الخلية وقبل إيقافه كانت هناك أبحاث بشأنه وتحريات مكنت من تحديد نشاطه على أنه استعان بخبرته أو مهارته المهنية في مجال التلحيم وذلك باصناعة الأسلحة البيضاء التي تم حجزها كما أنه وتحضير العبوات الناسفة المتفجرة ذات الصنع التقليدي وأن حاليا البحث ساري مع عناصر هذه الخلية تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة مدى امتداداتها وارتباطاتها سواء بالعناصر أخرى أو بخلايا أخرى سواء داخل المغرب أو خارجة وأن التفتيشات التي تمت بمنازل عناصر الخلية وكذلك ببيت مجاور أي منزل مجاور وملحق بمنزل متزعم الخلية هذا البيت تم حجز أشياء عدة منها مواد كيموية ومنها أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام وميزان وآلة للتلحيم وأسلاك كهربائية ومواد كيموية كما ذكرت هذه المواد كلها توحي على أن هذه العناصر هذه الخلية كانت تسير وفق مخطط مرسوم من أجل تنفيذ عمل تخريبي ضد المملكة وضد الأشخاص هذه الخلية كانت ضبطت سيد شرقاوي هذه الخلية ضبطت في منطقة سيدزوين التي تقع في ضواحي مراكش وأيضا العملية الإرهابية التي أجريت أو وقعت في أواخر عام 2018 هي أيضا وقعت في ضواحي مراكش ما صلت هذه المناطق بالإرهاب وبالخلايا الإرهابية نعم نعم أعيد السؤال من فضلك ما صلت ضواحي مراكش لا أسمع جيدا كنت أقول لك أن حتى العملية الإرهابية في أواخر 2018 حصلت في ضواحي مراكش مثل هذه الخلية التي ضبطت في ضواحي مراكش ما صلت هذه المناطق بالإرهاب المناطق ليست لها صلة بالإرهاب فأنتم تعلمون أن الإرهاب لا دين له ولا جنس له ولا وطن له وأن الاستقطاب يتم سواء داخل المدن أو خارج المدن أو في القرى أو في البوادي أو غير ذلك فالجماعات الإرهابية تقوم بالاستقطاب بطريقة منتظمة هل التهميش سبب أيضا سيد شرقاوي وعلى جميع المساويات سواء داخل المدن أو خارجها هل التهميش فلا يمكن القول بأن التهميش سيد شرقاوي هل هو سبب أيضا في انجراف أبناء تلك المناطق المهمشة وراء الإرهاب لا يمكن القول بأن التهميش يكون وراء الإرهاب لأن هناك مناطق مثلا لا يمكن القول بأن المناطق المهمشة تفرخ الإرهاب أو يتولد منها الإرهاب فهذا العكس فالإرهاب حاليا أصبح الاستقطاب لا يميز بين الغني ولا بين الفقير ولا بين المتقف ولا بين الرجل الجاهل فالإرهاب يبقى دائما إرهاب لا لون له ولا جنس له ولا وطن له في العملية حيث أؤكد لكم أن المناطق الخارجة عن المجال الحضاري هي فعلا مناطق محكمة وفعلا مناطق تدب فيها الحياة بشكل طبيعي ومهتم بها بشكل جيد من ناحية الاجتماعية لكن سيد شرقاوي أن الأرهاب لا يفرق بين المناطق نلاحظ بين كل فترة وأخرى تعلنون كشف وتفكيك خلية إرهابية في المملكة ما سبب كثرة وجود هذه الخلايا الإرهابية في المغرب؟ ليس هناك كثرة وجود خلايا إرهابية في العمل الاستباقي واليقضى والتتبع الدؤوب هو من شأنه أن يأتي بنتائج إيجابية فلا يمكننا أن نترك مثلا المجال مفتوح أمام متطرفين إلى أن يقوم بعمل ما فالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التابع لها المكثب مركزي للأبحاث القضائية وفي إطار المقاربة الأمنية الشاملة دائما تسعى إلى درء خطر الإرهاب ودائما تسعى إلى وضع حد لهذه الآفة ودائما تسعى إلى إيقاف وتفكي الخلايا قبل أن تقوم بأي عمل بالتنفيذ العمل الاستباقي سيد شرقاوي كشف الخلايا الإرهابية قبل أن تصل إلى مرحلة التنفيذ هذه مهمة ربما تعجز عنها حتى الدول العظمى أنتم في المغرب كيف تفعلونها وتنجحون؟ نعم هذا يأتي في إطار العمل الاستباقي والإخلاص في العمل والاستراتيجية الوطنية المعتمدة من طرف المملكة المغربية ابتداء منذ الأحداث 16 مايو 2003 إلى حدود الآن ويقضت الأجهزة الأمنية والمقاربة الأمنية الشمولية التي اعتمدتها المملكة فكل هذا أتى بالتحريات الميدانية الدؤوبة والانخراط التام سواء لجميع الأجهزة الأمنية واليقضى الأمنية والاستمرار في ذلك الاستمرار الدؤوب في العمل الاستباقي هو عمل أتى بهذه النتائج وكان من شأنه إحباط جميع المشارب بالإضافة إلى ذلك أن هناك تبادل المعلوم هناك تعاون دولي من ناحية الاستخباراتية ومن ناحية الأمنية ومن ناحية تكوين الأطر وفي جميع المجالات فالنتائج التي حققتها المملكة المغربية ليست وليدة اليوم وإنما هي ناتجة عن عدة عوامل منها التعاون الدولي الوطيق بين الشركاء منها التعاون الوطيق بين الأجهزة الأمنية الاستخباراتية منها مثلا جميع الأجهزة الأمنية وتضافر الجهود من أجل مكافحة هذه الأفاق وكل هذه الجهود بكل تأكيد وتفكي كل هذه الخالية الرهبية بكل تأكيد يثبت نجاح استراتيجية المغرب الوقائية والاستباقية حفظ الله المغرب شكرا جزيلا من الرباط الشرقاوي حبوب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية اشتركوا في القناة